بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. معادل السكر الطبيعي في الجسم يا جماعة بيختلف من شخص للتاني على حسب الفئة العمرية. فلو الفئة العمرية كانت اقل من خمسين سنة. يبقى معادل السكر الطبيعي بيكون اقل من مية واربعين ميلي جرام. اقل من مية واربعين ميلي جرام لو الشخص سنه اقل من خمسين سنة. اما الفئة التانية من خمسين لستين سنة. يبقى لازم يكون معدل السكر الطبيعي بالنسبة لي يكون اقل من مية وخمسين ميلي جرام. اما لو عمره الفئة التالتة لو عمره فوق ستين سنة مفترض يكون معدل الطبيعي للسكر في الدم عنده يكون اقل من مية وستين. وكده تكون خلصة الحلقة بتاعتنا النهاردة. شكرا لكم. كان معكم دكتور رحمد عطية دهشان من تركيا. دمتم. زحة وعافية.